أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل حرص الوزارة على تفعيل أوجه التعاون المشترك مع مختلف الجهات الرسمية وصندوق العمل تمكين على تبني أنجع الممارسات الرامية إلى تسريع واتيرة توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف وبين حميدان أن الوزارة تسعى جاهدة إلى التأسيس لمرحلة جدية من تكامل العمل تقضي بتوفير فرص التدريب والتوظيف النوعية ذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص واستيعاب وتسجيل الباحثين الجدد عن عمل وذلك لإدماجهم في سوق العمل من بوابة الاستثمار الأمثل لمجمل التبعات الإيجابية التي أفرزتها وما زالت تفرزها خطة التعافي الاقتصادي من نمو ملحوظ لمختلف القطاعات التجارية والصناعية وتطور القطاعات الناشئة لتعزيز الفرص النوعية للمواطنين عبر تبني أنجع الممارسات وأجدرها في تسريع وطيرة توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف ينشط التعاون المشترك بين وزارة العمل ومختلف الجهات ذات العلاقة مع صندوق العمل تمكين في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل ترمي إلى توفير فرص التدريب والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص واستيعاب وتسجيل الباحثين الجدد عن عمل مناسب ممن أنهوا دراستهم في المراحل الثانوية والجامعية وذلك لإدماجهم في سوق العمل وتلبية احتياجاتهم التدريبية وإمكانية تسجيلهم عبر النسخة العالمية الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل والمدرجة في الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل حذفنا بحسب توجيه مجلس الوزراء الموقر وسيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أن نعمل على تيسير وتسهيل دمج الشباب المتخرجين من مختلف الجامعات مختلف التخصصات في سوق العمل بيسر وسهولة وفي حدود الفترة القادمة ستقوم وزارة العمل بفرز الوظائف المتوفرة في بنك الشواغر حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتواصل مع أصحاب العمل لتسريع تسكين هذه الشواغر بالخريجين المواطنين الباحثين عن عمل تحسين مستوى الشواغر المفتوحة للمواطنين في حركة تسويق كبيرة التيم حاليا وخاصة مع القطاعات الإنتاجية النشطة التي شهدت تعافي وتطور في أنشطتها خلال المرحلة الأخيرة فعندنا لقاءات مباشرة عندنا حركة تسويق نشطة استطاعت هذه الحركة أن ترفع الشواغر المفتوحة إلى أكثر من 3500 شاغر مفتوح ضمن ما نطلق عليه بنك الشواغر آليات عمل هادفة ترتقي بجميع صور الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتهم أصحاب العمل باعتبارهم الشريكة الأساسية في عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص حيث ستسارع وزارة العمل بتوفير المزيد من الحزم التشجيعية والمزايا التنافسية للمنشآت التي تستقطب العمالة الوطنية فضلا عن مناقشة تعزيز استدامة توفير التدريب المجاني على رأس العمل وتنشيط عملية التدريب الاحترافي للخريجين من أجل سد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل لتسريع إدماج المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر